العالمي يثبت دائما بأنه كبير والنادي الأهلي دائما بمن حضر الله يا كبت ان انا قبل الهوى انتلك الأهلي بمن حضر ولكن مش في بطولة زيدي انا قلت لك كده ولكن في حاجة عندنا سحر حاجة قوية قوي لعيبة كويسة قوي رجالة قوي سحر الفلنة بتاعت النادي الأهلي تقلها يعني فلنة حمراء تلبسها لأي حد ينزل موت نفسه كتير قوي بس النفس يعني أنا النهاردة 8-9 العيبة غيبين عن النادي الأهلي وما شاء الله النادي الأهلي يكسب كده ده الفرق الفرق العالمية لما بيغيب عندها لاعب ولا بيغيب عندها اتنين بتخسر وبتخسر بطولات وبتخسر مواسم لكن ما شاء الله يعني انا سعيد جدا فرحان قوي بالروح العالية دي فرحان قوي حتى بمعدن كام لعيب الناس شككت فيهم منهم طهر محمد طهر معدنوا لعيب كبير طهر محمد طهر النهاردة عدلك عبدالقادر لعيب كبير كريم فؤاد لما نزل كل الصفقات اللي النادي الأهلي الصفقات كبيرة مغربة صغير اللي بيلعب اتربى خلاص بالنادي الأهلي عارف يعني ايه النادي الأهلي ان شاء الله لو بتلعب مين هتموت نفسك وبتعمل اللي عليك انت النهاردة عملت اعجاز في كرة القدم من ناحية الفنية صحيح احنا بنتكلم بجد احنا مش عشان كسبنا احنا بنقول كده لا كرة القدم معطيرات كرة القدم في فريق تقيل وفي فريق بتلعب في يعني في المكسيك فرقة كبيرة جدا دي فرقة كبيرة علشان بس الناس ما تشككش في الفرقة لانه النادي الأهلي كسب هتطلع لك بقى اللي بيتفزلك ويقول لك والله اصل الفرقة دي مش كوي لا الفرقة دي فرقة كبيرة جدا في القارة بتاعتها الفرقة دي بتكسب اي حاد لكن انت تصدمت مع نادي العراقة والقوة وعاوز اقول لك الروح العالية العزيمة والاسرار والعزيمة والاسرار وعبدالقادر النهاردة عارف لو عبدالقادر كان كامل المباراة كان ممكن يجيب جنوة الاتنين عبدالقادر حولك من مكان لمكان يعني عايز اقول لك كان هايل وليد سليمان لما نزل تقل ايه ده الفرقة تقل كبير قوي انا احنا سعداء واحنا فخورين جدا بجد والله فخورين بالنادي الأهلي زي ما كل الأهلوية فخورين بي ولكن احنا فخرنا الناس كمان يعني الفنيين اللي بيشتغلوا في الكورة يعرف اللي حصل النهاردة ده ايه يمكن الناس فهم ان النادي الأهلي بيكسب على طول والنادي الأهلي دي روحه والنادي الأهلي لا فيه حاجات كتير قوي الناس لازم تعرفها لولا يعني ما بيش معجزات دلوقتي كنا قلنا ان ده معجزة انا انا اقول لك يا كابتن فنيا فنيا لو اتكلمت على تيم انت عندك عشر لعبين منهم تمانية دوليين زي ما انت بتقول الاسرار وروح العالية والتركيز في اللقطة اللي فاتت دي كابتن خلينا كمل لك الكلمة دي تمانية تمانية غير الاثنين مصابين انت بتتكلم في تمانية غايبين انت بتتكلم في عمر السلية وحمد فتحي انت بتتكلم في محمد الشنوي أحسن جنب في أفريقيا انت بتتكلم على أيمن أشرف أنت بتتكلم على السولية من قولت السولية وحمد فتحي بتتكلم على هداف البطولة الأفريقية محمد شريف أنت بتتكلم على أحسن جنف أفريقيا محمد الشناوي عايز أي أكتر من كده غيبين عنك أنت بتتكلم على بدر بنون اللعيب اللي هو منتخب المغرب المتقلق غيب عنك أكرم توفيق أكرم توفيق الناس لازم تعرف إن النادي الأهل اللي بيعملوا ومس صدفة إحنا طول عمرنا يعني روحنا عالية ياما صغيرين لعبوا وكسبوا فرع كبيرة طول الوقت لما النادي الأهل بيطلب من العيدته الإيجادة بيلاقيها صحيح كابتن بلال يمكن النتيجة بالنسبة لنا ممكن تكون ما كانتش مفاجأة ولكن العرض اللي قدموا لعيدة النادي الأهل النهاردة كان مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا